بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة حساب مساحة منطقة من النمط RLY حيث أننا درسنا مساحة المناطق من الشكل RLX فإذا كان عندي المنطقة RLY هي منطقة محدودة بالمنحن الأول X يساوي GY وX يساوي FY حيث الف والج دلتان متصلتان على الفترة وتحققان الشرط التالي لو فسرنا هذه ماذا تعني؟ تعني بالشكل التالي إذن قولي أن F أكبر من G إذا كان هذا هو X يساوي FY وهذا X يساوي إلى GY من C إلى D فقولي أن F أكبر من G يعني أي نقطة بتاخذها من الفترة CD ولتكن مثلا L فإن المسافة من هنا إلى هنا هي جيل L أما المسافة من هنا إلى هنا فهي F في L واضح أن F في L كطول أكبر من G L فهذا يعني أن F أكبر من G أي أن كانت فإذا كانت عندي مثل هذه المنطقة المحصورة بين المنحنيين F و G والمستقيمان الأفقيان C و D أي أن المنطقة هذه هذا النمط من المناطق اسمه المناطق RLY بنفس السبب تماما إذا عندي مثل هذه المنطقة يمكن أن أحسب مساحتها وذلك بإعطاء نظرية كالنظرية الأخيرة فإذا كانت الدالة ثاني F Y و G Y متصلتان على الفترة ويحققان الشرط وهذا الشرط شرحناه يعني أن F تقع على يمين الج عند إذا فإن مساحة المنطقة R Y من هي المنطقة R؟ المنطقة R Y هي المنطقة المحصورة بين المنحنيين F و G والمستقيمان الأفقيان المستقيمان الأفقي الأول ومستقيم الأفقي الثاني إذن هذه هي المنطقة التي نتحدث عنها عند إذن مساحة هذه المنطقة تعطى بالتكامل التالي أيضا هنا هذا يمثل مساحة مستطيل قاعدة المستطيل أو عرض المستطيل هو D L Y أما ارتفاع هذا المستطيل فهو بنفس الأسلوب السابق هو الخروج ناقص الدخول لكن هنا كنا نرسم مستقيم يوازي وله نفس اتجاه المحور O Y في هذه الحالة نأخذ مستقيم يوازي وله نفس اتجاه المحور O X فالنقطة التي يخرج منها هذا المحور هي منحني الخروج والنقطة التي يدخل منها هذا المحور هو منحني الدخول إذن هذا تعميم للنظرية التي درسناها سابقا إرشادات للحل إيجادة المساحات من النوع R Y الإرشادات كما سلفنا سابقا أول شيء كان في المناطق R X كما في المنطقة R Y نرسم المنطقة R Y المراد حساب مساحتها ونحدد الحد الأيمن وحد الأيسر أي نحدد F X وال G F Y وال G Y كذلك الأمر المستقيمان الأفقيين Y يساوي C و Y يساوي D طبعا هنا كما في السابق إذا لم يعطينا ولن يعطينا إذا لم يعطينا C و D نحل نحط F Y يساوي إلى G Y ونحلهم حل مشترك حتى نحصل على ال C وال D ثم أرسم مستطيل عام ارتفاعه أو قاعدته أو عرضه هو D Y أما طوله فالطول هو الخروج نائس الدخول ولكن هنا الخروج والدخول برسم مستقيم أفقي يوازل محور O Y وله نفس الاتجاه فالدخول هو منحن الدخول والخروج هو منحن الخروج عند إذا أصبح الطول وعرض المستطيل معلومان فإن مساحة المستطيل يعبر عنها بالطول ضرب العرض عند إذا في الخطوة الأخيرة أأخذ هذه المساحة وأكاملها من C إلى D فأحصل على المساحة المنشوذة إذن هكذا نحصل على المساحة ممكن نأخذ المثال الثالث أوجد مساحة المنطقة المحددة بالمنحنيين 2Y تربيع يساوي 4 زائد X وY تربيع يساوي إلى X من هنا من هذه المعادلة نرى أن الY تربيع يساوي نقسم على 2 4 تقسيم 2 2 زائد نصف X إذن هذه هي المنحن الأول إذا أردت أن أحلها بالنسبة للY تربيع ولكن لو وجدت أنه إذا أحلها بالنسبة للY سأحصل على أربعة معادلات لو قلت ما هو جزر الY الY بدي يصير زائد نائس تحت الجزر 2 زائد نصف X ومن هذه المعادلة أيضا لو حاولت أحلها على أساس أنها منطقة RX تتلمعي زائد نائس جزر الX إذن عندي أربع منحنيات وبالتالي أن أحل هذا المثال على أنه منطقة من الشكل RX هو أمر ممكن ولكنه صعب قليلا ولذلك ألجأ إلى أن أختار المنطقة عوض ما أختار على أنها منطقة من الشكل RX أختار على أنها منطقة من النمط R الY أي أحل المعادلة السابقة عوض ما أحلها بالنسبة للY أحلها بالنسبة للX فلو جينا من المعادلة الأولى الX تساوي 2Y تربيع نائس أربعة ومن المعادلة الثانية الX تساوي إلى Y تربيع لو جينا نرسم هذه المعادلة فإن المنحني الX يساوي Y تربيع هي نفسها بس بعكس المحاول هذا هي Y تربيع هذا هو عبارة عن X تساوي Y تربيع المنحني الأول الثاني هو 2Y تربيع نائس أربعة طبعا إذا عوضنا بالY تساوي 0 فنحصل على سالب أربعة إذا معناتها هي 1 2 3 4 إذن سالب أربعة ومن هنا فنحصل على هذه إذن إذا رسمناها بالشكل التالي فنحصل على هذه هي المنطقة الX تساوي إلى 2Y تربيع نائس أربعة واضح أن المنطقة المراد حساب مساحتها هي المنطقة المحصورة هذه هي نمط RL طبعا أن نمط RLX وسيحصل على أربع منحنيات يجب أن أحسب المساحة بين كل منحنيين فأحصل على أربع مساحات هنا حل بالنسبة لRY هي مساحة وحدة ومنطقة واحدة الآن قلنا سابقا إذا لم يعطينا C و D فممكن حل المعادلتين حل المشتركة والحصول على C و D طبعا إذا كان رسمي دقيقا فإن هذا هو الD وهذا هو الس إذا كان رسمي دقيقا أما إذا كان رسمي غير دقيق فأضع المعادلة الثانية عن 2Y تربيع نائس أربعة يساوي إلى Y تربيع من هنا المجاهل للطرف والمعالم للطرف هذا يؤدي ال2Y تربيع نائس Y تربيع يساوي إلى أربعة وهذا يؤدي الY تربيع يساوي إلى أربعة وهذا يؤدي الY تساوي سائد نائس إذا معناته السي هي سالب 2 والدي هي 2 الآن لنحسب مساحة المستطيل مساحة المستطيل العرض المستطيل هو DLY أما طوله فهو الخروج ناصد دخول لتعيين الخروج والدخول نرسم مستقيم أفقي موازل للمحور OX وله نفس الاتجاه يدخل هذا هو منحن الدخول ويخرج من هنا إذا الخروج هو من الY تربيع والدخول هو من 2Y تربيع سالب أربعة إذن هذا هو مساحة المستطيل نأخذ هذا المستطيل هذا ونكامله من سالب 2 إلى 2 لو أخذنا هذا وكاملنا من سالب 2 إلى 2 Y تربيع نائس 2 Y تربيع نائس أربعة الان لو واحد تذكر معنا قليلا الدالة واضح أن الدالة المستكملة هي دالة زوجية لأنه كثيرة حدود زوجية والفترة اللي عم بكامل إلى متناظرة بالنسبة لنقطة الأصل فأتذكر النظرية أنه عوض ما أكامل من سالب 2 إلى 2 أكامل على نصف الفترة من صفر إلى 2 وأضرب ناتج تكامل ب2 فإذا استخدمت هذه الخاصية حتى نتذكرها ونتذكر أهميتها فنحصل على هذا المقدار أربعة نائس Y تربيع بDY ويساوي 2 بY نائس 3 طبعا الأربعة تكاملة أربعة Y والY تربيع تكاملة Y تكعيب على ثلاثة من الصفر إلى 2 نعود فنحصل على هذه وحدة مساحة إذن هنا حسبنا المساحة على أنها منطقة من النمط RL وحساب المساحة من النمط RL أسهل بكثير من حسابها على أنها من النمط RL لأنه إذا كانت من النمط RL أننا سنحصل على أربعة منحنيات يجب الحساب مساحة بين كل منحنيين ثم جمع المساحات وهذه عملية شاقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر